كان فيه جلسة تحفزية كابتن أسامة نبيه مع اللعبة قبل لقاء فيوتشر وحرس كده كابتن أسامة نوي يتكلم مع اللعبين قبل التدريب والجلسة دي شهدت حديث مطول جدا مع اللعبين عن أهمية الفترة اللي جاية الفترة اللي جاية يتكلم فيها عن تحقيق الفوز وقال الفترة اللي جاية كلها هتبدأ من لقاء يوم الأربع قال فترة كبيرة التركيز فيها مهم جدا كمان على فكرة يعني الجمهور بيزعل من أي أخفاق أي تعادل أي هزيمة أي أداء غير جيد ولكن إمتى الجمهور بينسى؟ الجمهور بينسى لما الفرقة تبقى كويسة جمهور بينسى أن الفرقة كانت سيئة في اللقاء اللي فات لما نكسب لقائين ثلاثة وربعض لما الفرقة تظهر بشكل جيد وتكسب وتفوز وتسجل ساعتها الجمهور يقول آه صحيح في بادلك وهنكمل دعمنا أين كان كده كده إحنا بندعم نادي الزمالك لسا مكملين مع الجهازة الفانية لفريقنا اللي ركز في تدريبات النهاردة على النزول بالحمل البدني طبعا لعدم تعرض اللاعبين للإرهاق قبل اللقاء الغد زي ما عارفين اللعيبة رجعة من المغرب أخدوا راحة يوم واشتغلوا على طول من مبارح فكان لازم ما يكونش الشغل من نسبة كبيرة بدني عالي نزلنا بالحمل البدني شوية ركز كابتن أحمد بن مقصود وكابتن أسامة نبيه على الأمور الفنية ونقاط القوة الضعف في فريق في يودشر وكمان نقاط القوة الضعف في نادي الزمالك نزال نستغل نقاط القوة بتاعتنا إزاي نحاول نقفل الصغارات الموجودة نعالج بشكل سريع وقوف اللاعبين بشكل الدفاع إزاي خرج بالكورة بشكل جاك جدا حلول كتير أنا متأكد هنشوفها بكرة من نادي الزمالك فرقنا كمان هيدخل معسكر مغلق النهاردة لمدة 24 ساعة في إحدى الفنادق القريبة من ملعب استاذ القاهرة الدولي ده ضمن استعداداته الأخيرة للقاء في يودشر ليه هنخش معسكر من النهاردة ممكن لحد يقول ده لقاء في الدوري عادي ولكن دايما في الأوقات دي بيكون الأفضل إن اللعيبة تقعب مع بعض الأفضل إن قبل اللقاء ب24 ساعة ولو ينفع أكتر كمان اللعيبة تكون في معسكر مغلق مع بعض بيتكلموا في الماتش تركيزهم داخل اللقاء مفيش حاجة تشتتهم عن التركيز خالج اللقاء ده من الحاجات المهمة جدا كل الدعم المسامدة للجهاز الفني الجديد وللعبين والنادي الزمالك وإن شاء الله نحق بكرة المطلوب والبداية تكون من غدا ونبدأ يعني سلسلة انتصارات جديدة نروح لملف تاني كده مهم لجماهير نادي الزمالك هو ملف كلنا بنفكر فيه هو المدرب زي ما قلتلكه القويل كتير بتتقال وكلام كتير بتتقال لكن إدارة نادي الزمالك بدأت بشكل فعلي بالتواصل مع عدد من المدربين لحسم ملف بديل كارتيرون وطبعا هناك اتصالات متواصلة بين أمير مرتضى المشرف العام على الفريق مع 8 مدربين لاختيار مدرب جديد بإذن الله لنادي الزمالك وهيكون الإعلان قريبا جدا جدا اسمه يكون كبير جدا مشرف لنادي الزمالك ويقدر يصنع تاريخ محترم مع نادي كبير زي نادي الزمالك لسا مكاملين أخبارنا والكلام عن مدرب الجديد والكلام كان كتير في الساعات اللي فاتت هل هيتم التعاقب مع كوبر بعدها لأ طيب ممكن يكون الكلام مع باتشيكو هل ممكن يكون هنا ولا هنا ولكن النهاردة زي ما تابعنا كلنا في بداية اليوم أمير مرتضى المشرف العام على الفريق حسم المسألة دي تماما نفع أن أصلا أن الزمالك تواصل مع باتشيكو أو كوبر قال أن باتشيكو يعني في مشاكل معنا وفي قضايا موجودة بين النادي وبين باتشيكو بنحاول نحل الأمور دي الأول بشكل ودي فمفيش تواصل حصل مع باتشيكو أما مع هيكتور كوبر فقال طبعا اسم كبير جدا وحاجة محترمة أن اسمه يتذكر مع نادي الزمالك ولكن من سنوات نادي الزمالك تواصل معاه هو اعتذر وقال أنه اعتزل تدريب الأندية وأكتر من فريق مصري كمان وسعودي تواصله معاه من قبل هو قال نفس الكلام فقال ما فيش تواصل حصل ولا مع باتشيكو ولا مع هيكتور كوبر نتمنى التوفيق للجنة السرسية في اختيار مدير فني ياليق باسم نادي الزمالك وقبل ده كمان نتمنى نجاح كابتن أسامة نبيه في اللقائين القادمين قبل ما يكون في مدير فني نجاح كابتن أسامة نبيه مهم جدا جدا جدا